سلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم أحلى وأجمل وأجدع فدليات بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض طرطة يعني أقل ما يقال عنها إن هي درس كبير كده لوحدها هنعمل فيها 3 أو 4 تكنيكات كل تكنيك لوحده ينفع فكرة فيديو لوحدها بس أنا حبيت أقدم الدرس ده على بعض وشان اللي ينفزها يبقى ملمة بكل التفاصيل هنعمل فيها 3 تكنيكات مهمة جدا 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 فبليز ركزي لو وراكي حاجة سايفي الفيديو وارجعيلي تاني وانتي فاضية عشان يبقى معايا كل تركيزك هنا سقبل ما نبتدي الفيديو أكيد خلاص انتي عرفتي معايا لايك وشير واشتراك عشان ينصلك كل جديد يلا بنا نبتدي عدي بقى معايا يا ستي أول تكنيك أول حاجة عايزين نعمل برواز من عجلت السكر بدون ما يكون عندك برواز من عجلت السكر حتة صغيرة من عجلت السكر حوالي 50 جرام حطيت عليها نص معلقة صغيرة CMC بدأت عجل في عجلت السكر كايز جدا 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 يعني بصي بخليهم هما الاتنين شئ واحد كده بعجلهم كويس قوي ودي نقطة مهمة عشان عجلت السكر ما تفكش أنا هنا معايا مولد سيليكون تمام مولد سيليكون جميل ومستورد وتحفى وبيستريتش وحاجة كده خمة ممتازة هعتبر انه مش عندي خالص وهجيبه على جنب ومش هستخدمه انا اعتبر انك ما عندكيش اصلا حاجة زي المولد ده هنعمل ايه انتي عندك حاجة ممكن تجيبي مثلا حاجة مدورة حاجة بيضوية اي اطار اي غطى علبة اي حاجة مربعة اي حاجة مستطيلة من المطبخ عندك وتبدأي تشايبي عليها كمان معايا اداة من ادوات الناحة بتاعة عجلت السكر هي بيبقى فيها شرشرة كده اي اداة عندنا 3-4 ادوات فيهم اشكال مختلفة اختاري الادلة على مزاجك ونبدأ نشتغل بيها بدأت ارول هنا عجلت السكر بصمك رفيع كده بين صوابعي واشدها عشان تعملي زي عمود كده او خيط كده طويل شوية بس صمك حوالي 1 سنتي هبدأ اجيب الشكل البيضاوي اللي معايا انا اخترته بيضاوي لان الصورة اللي انا هحطها فيه بيضاوية الصورة اللي عندك مربعي بقى شكلك مربع الصورة اللي عندك مدوري بقى شكلك مدور وهكذا وهكذا بدأت اشيب واخد نفس الشكل من جوه واقطع والزق الاثنين ببعض وارولوهم كده كويس الاول على ايه دي برا عشان يندامجوا في بعض وبالنسبة لشكل القطع ده فشكل النحت اللي انا هعمله عليه هيضيع اي شكل قطع اساسا رجعتهم تاني وسيبتهم كده لمدة نص ساعة بس السي ام سي يبدأ يشد معايا عشان لما اشتغل عليها الشكل ما يطلع عشان بعجر الحتة اللي معايا التانية هياخد منها حتة صغنانة صغنانة علشان انا عايزة اعمل شكل حلية للبرواز اللي عندي يعني ايه حلية حاجة كده شبه الزخرفة او القيمة اللي بتبقى موجودة على الاساس بصي هعمل ايه انا خدت رول صغير وبعدين بدأت اتني من فوق واتني من تحت فعمل معايا شكل اس بمنتهى البساطة تانية صغيرة من تحت وتانية عكسها من فوق هيعمل معايا الشكل ده هعمل شوية منهم ونبدأ نلزقهم على الجزء اللي معايا طلعت شكل البرواز من الاطار اللي عندي بعد نصف ساعة بس كان السي ام سي يشتغل وبدأت ااخد كده اداة النحط اللي معايا وابدأ اعلم في الاطار داير ميدور داير ميدور بلفه على قد الزاوية اللي انا بعلم فيها كده زي ما انت شايفاني بالزبط لغاية لما فردته كده وبقى شكله لطيف وحل هعمل ايه كمان هاجي من جوه هعمل ايه كمان هبدأ احط كده اغرز ببوز الادالة معايا عشان اعمل اطار داخلي انا بحاول اوصل لاقرب شكل واقعي للمغلد فعلا او للبرواز الحقيقي تمام فهبدأ هنا كمان احط الاسات اللي انا عملتهم دي الزخرافة الصغنانة دي كده من فوق ومن تحت شان تدي شكل لطيف للبرواز طبعا انتي دلوقتي مش حاسة انه برواز ولا يقرب له باي حاجة لانه لسه ما ادهنش فتعالي من ادهنه مع بعض انا حطيت شوية دست اه دهبي على النحاسي ولما عندكيش نحاسي الدهبي يغني عليه شوية مية اي حاجة اي موزيب كل ده يشتغل كموزيب كنت عايزة كمان احط شوية من النحاسي اللي هنا واللي هي الباعيني خلاص كانت فضيت قلت والله لا حل فيها مش هسيب منها حاجة خلاص لان النحاسي من الالوان اللي بتفرق معايا في شياكة المنتج جدا جدا الداهبي بيلعب في حتة والنحاسي بيلعب في حتة تانية خالص اللي هو الاكسيدي هنا بقى هبدأ بفرشة سنة عريض كده شعرها مفروضه كتير هبدأ ادهن الشكل اللي معايا ده واسيبه وينشف لمدة 24 ساعة انا مختارة سنة فرشة عريضة شان شعرها يبقى كتير وادخل لكل السناية والزوايا اللي موجودة في القسات وكل حاجات دي بحيث ما يبقاش فيه لسه جزء صغنة منها ابيض بدهن كويس جدا 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 وبسيبها لمدة 24 ساعة يعني بعملها بالليل وابدأ اخدها الصبح هنا اخدت صورة الولد اللي عندي وبدأت اقلب كده علشان اشوف الشكل هيبقى اعمل ازاي ده بعدما نشفت سبتها 24 ساعة شايفة جندة ازاي سي امسي اشتغل زي الفل وبقت يعني خلاص هي ما بقتش عجلة سكر ترية هي بقت برواز ناشف معايا جبت الصورة الولد اللي معايا وحطتها كده لقيت الصورة بالضبط مظبوطة هبدأ اجيب شوكولاتة سيحة واحط من تحت على الاطار بتاع البرواز اللي معايا علشان الزق عليه صورة الولد لزقت صورة الولد تمام تمام هبدأ اجيب شوكولاتة تاني واسبت من فوق كمان بشوية شوكولاتة سيحة زي ما انت شايفة كده انا لزقتها الاول من تحت ورجعت حطيت صورة الولد ولزقت تاني من فوق عشان اضمن ان الصورة موجودة ومش هتتحرك خالص بصي بقى ركزي معايا في النقطة دي قوي 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 عشان انا اتغشيت مش عايزة كنت اتغشه ماجيك عاملة لونين عشان ما تتخدعيش لون اسمه سوبر بلاك ولون تاني اسمه بلاك السوبر بلاك ده ماروش علاقة بالبلاك يا مؤمن ازاي السوبر بلاك ده بني بني بس بني قوي او ما للبلاك العادي الاسود العادي هو ده اللي اسود صرف فمن فضلك ما لاستخدميش السوبر بلاك لانه مش بلاك اصلا التركيبة بتاعتهم فيها مشكلة واللون مش بلاك البلاك فعلا هو الاسود فانا استخدمت الاسود العادي اللي كان عندي اردي من زمان بدأت احط اسود كتير على كمية كريمة صغيرة شمعنا عشان يديني درجة غمقة طبعا الدرجة دي دي مش بلاك ده رصاصي فانا هزود تاني اسود وهقلب كويس 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 عشان اخد درجة غمقة يعني جب اعني اسود صاريح اسود فحم هوريك الدرجة دلوقتي برد طبع عشان تقدري تحكمي عليها شايف بقى الفرق بين الاسود وبين الخالفية البيضة اللي انه شغال عليها اسود صاريح يعني هنا بقى هنيجي لتالت تكنيك انا قلتلك معانا اربع تكنيكات هنا هنيجي لتالت تكنيك الا وهو تشطيب الكيكة اللي عندي بنوعين من التغليف والنوعين شارب ايج يعني بدل ما تدرب الصعوبة في واحد تدرب الصعوبة في اتنين واللونين اللي عندي ابعد ما يكون عن بعض ابيض واسود يعني لو النقطة معايا كشفت بني ان انا كده مش ايه مش بانيليا مش صماعية خالص ما بعرفش في المهنة دي فركزي معايا الكيك اول حاجة منحوط صح ودي اول خطوة في ضبط الشارب ايج عندك ان انت الكيك اساسا منحوط صح فشغالة على اساس صح تاني نقطة الكريمة اللي عندك متماسكة صح الصح مفيش فيها حاجة سيلة ولا مائعة تالت نقطة اي حتة ما فيهاش كريمة هتحطي فيها كريمة وتزبطيها حلوة قوي رابع نقطة نمسك بقى الاسكرابر ونبدأ نرول ايدي بالاسكرابر اليمين سبتة والشمال هو اللي بيرول الطبق الضوار اللي معايا ايدي بالاسكرابر ما تحركتش خالص من مكانها بظهر الاسكرابر وابدأ اشيل لفوق خد بالك اي تنتوفة كريمة بشيلها من فوق لازم اشيلها على حفة الاسباتيولا لان لو دخلت بالكريمة دي تاني من غير ما اشيلها على الكيك هلاقي الكيك فانشر معايا من فوق ولا بقها شارب ايج ولا ليه اي علاقة خامس نقطة الكريمة السودا اللي انا عملتها حطتها في كيس حلواني وبدأت اعملها كده بشكل عشوائي على الكيك اللي عندي في كل حتة بحط كريمة مهتمة قوي قوي بالحفة اللي فوق اللي انا بشغال عليها اللي فوق دي الشارب ايج دي لان هي دي اهم نقطة عندي في الكيك هبدأ امسك الاسباتيولا طبعا بعد ما نظفتها من اللون الابيض بقت نظيفة زي الفل بدأت افرد بشكل خفيف الكريمة اللي عندي السودا فوق الكريمة البيضة بكونش اغلب حذر بس بمزاج يعني ايدي ما بتتهزش كده الموضوع على فكرة والله العظيم سهل جدا وبسيط جدا كل اللي محتاج منك شوية ممارسة صغيرة هتبقي بيرفكت فيه بدأت هنا اعمل ايه اجلس كده الكريمة السودا اللي عندي فوق الكريمة البيضة وبفرد كويس قوي 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 اي نقطة فيها شوية كريمة بيضة ظهرة بروح وبرجع عليه كمان هزود كريمة من القاعدة من تحت عشان تزبط معي وكمان هزود كريمة من فوق عشان زي ما قلتلك دي اهم نقطة عندي اللي هي نقطة الحفة الزاوية القايمة التسعين درجة اللي من فوق اللي هتعمل لي الشارب ايج بيدي اليمين وببدأ اثبتها وجر الطبق الضوار عشان اخد تشطيبة يعني نعمة وملسة وحلوة جدا هنا زودتي من تحت شوية لان حسيت ان الكافر الابيض بدأ يكشف معايا فقلت يعني يا روعة ايه شكلك هيبقى وحش يلا ممكن نزبط الجزء اللي من تحت كمان عشان يبقى يعني مفيش حاجة بعد كده والحاس وكا تبقى اخد حقه وزياد من فوق بقى من فوق بقى ايدك خفيفة جدا ونعمة جدا وانتي بتشدي الجوه وطواما ان الكريمة البيضة ما كشفتش معاكي انتي كده عشرة على عشرة لان الزاوية دي اكتر زاوية بدخلنا واحنا بنشتغل بنلاقي الكريمة البيضة كشفت مننا من تحت سباتيولا فمية سخنة وببدأ اجلس من فوق كده عشان اشيل اي تنتيش اخر باشا الاقي سطح الكريمة معايا زي المرايا بيلمع واخر حتة بس عشان الحاس وكتو امرتاحة ان انا باخد منديل وببدأ انضف الجزء اللي معايا من تحت بحيث ما يبقاش فيه اي حاجة حوالين الكيك تماما انا كده خلصت تشطيبين في واحد طيب هنا كمان هندخل بقى للتيكنيك الرابع اللي هو ايه اللي هو انصاف دواير البولز بتاعة الشوكولاتة هبدأ اعمل ايه خدي بالك انت بتاخدي الدهان وبتبدأي تدهني البولا من جواب بتاعة المولد السيليكون دايما دايما بننسى الحواف فبيطلع ان هي متل اوانة من النص والحواف كشفة والشوكولاتة رونها بين اللي هو اللون البني فمن فضل حضرتك زي ما انت شايفاني كده فمن فضلك هتزبطي قوي قوي لدست عند الحواف نفسها بحيث تبقى يعني طيلة كل الكورة بعد ما خلصت كل دول هعمل كمان بولا واحدة كبيرة من المولد الاكبر اللي هو مولد الموس يعني بس انا بستخدمه في الشوكولاتة عادي ما بيقولش لا وعلشان اعمل كورة كبيرة واثناشر نص دايرة يعني ستة كور صغيرين معايا بولا واحدة كبيرة وستة صغيرين حلو الكلام حلو الكلام هعمل ايه بقى هجيب الشوكولاتة اللي انا سيحتها على حمام مائي بدون اي اضافات هبدأ احطها في البولز بحطها كده في البولز وببدأ ادهنها كده بظهر المعلقة بقى بظهر الفرشة المهم ان انا بدهنها بحيث توصل لكل الحواف وبهتم ان الحواف يوصل لها شوكولاتة لان دايما اكتر حتى بتبقى متركزة هي تحت ومن فوق بننسى او يعني ادنا مش بتبقى واخدة قوي فبنلاقيها من فوق متكسرة فاهتميت ان انا اعمل كل الحواف بنفس هذا المنظر بعدين بعد ما اخلص الكمية كلها انا هدخلها الفريزر علشان تشد المولد دا والمولد التاني اللي معايا فكرة تلوين الشوكولاتة كده تلوين الدست في البولز كده دي كانت افضل طريقة انا جربتها يعني بتاخد اكبر قدر من الدست وبتطلع كلها تقريبا ملون هاخدها ودخلها الفريزر وده شكلها لما هتخرج على فكرة انا مدتهاش وش تاني ده وش واحد بس هبدأ اطلع الكمية كده كلها معايا ولما هطلعها هتشوف شكلها عامل ازاي اخد اللون كويس اللهم ما الا اللهم ما الا شان الامانة حلوة ورضو الفرشة وانا بدهن بيها لما ستقعدت المولد فعارف انتي خربشت كده من فوق فشلت شوية دست لكن هنعالج الموضوع ده مع بعض جبت انا سكرابر مسخناه على النار مباشر مباشر وحطه في طبق قدامي وبدأت كل اتنين اسيح القاعدة بتاعتهم والزقهم في بعض بالتالي يعمل لي دايرة كده كاملة زي ما انتي شايفها خلصت الكمية كلها طبعا شوية النغباشة دي مش عجباني فجبت شوية دست تانين وبدأت اديها بس لمعة تانية كده عشان اشتغل بيها لان طبعا لما هشتغل بيها وامسكها بصوابع الاتنين بصمة صوابعي ممكن تشيل شوية دست فحبتت ديها لمعة حلوة اوي طبعا شايفة اللي انا عملتهم الجودات دول اللي هي اللي فيها اللمعة الجديدة دي والفرق بينها وبين التانية طبعا فرق كبير دي متزبطة قوي دي لأ لسه مش متزبطة قوي فلما يدهنوا كلهم ما تشوف شكلهم اللمعة بتاعتهم حلوة اوي هنعمل ايه بقادل وقت هقول لكم جبت هنا البولز الكبيرة اللي هي البولز الكبيرة الواحدة اللي انا عملتها وحطيت عليها نقطة واحدة بس من الشوكولاتة وبعدين حطيت الكورة التانية وبعدين نقطة شوكولاتة كمان وببدأ اسبت البولة التالة طبعا بفضل مسكها حوالي 10-12 ثانية كده علشان تجمد كويس اوي احط فوقها كمان واحدة وبرضو همسكها 10-15 ثانية علشان تجمد اوي الاتنين بحط عليهم بحس الاتنين لما يتحطوا عليهم يقفشوا في بعض ويمسكوا زي ما انت شايفة كده الفكرة دي في العمود اللي انا هعمله ده انه هو هيبقى عمود اخد كيرفه وبعدين ميل وراجع تاني فحاجة كده يعني شوية ضد الجاذبية بس هنشوف دلوقتي اللي هيحصل معي خلاص حطيت كمان النقطة التانية وحطيت عليها واحدة انا خلاص خدت كيرفل برا شوفي انا هبدأ ادخل بكيرفل جوة تاني عشان بس اوازن الشكل اللي معاي هو الشكل كتوازن كان تمام التمام لكن الحقيقة اللي ما كانش تمام التمام ألا وهو الاستقرار بتاع العمود كله الفكرة ان انا حسيت او انا مش حسيت انتوا تشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل وانا شغالة كده في امان الله في امان الله فجأة لقيت ترخ يعني صدمة كبيرة والعمود وقع مني والطورت شوية اتبهدلت من فوق بعد ما فقت من الصدمة عملت ايه بقى جبت شوية شكولاتة وبدأت احطهم في الكورة الكبيرة لان هي دي اللي كانت شايلة كل الكور وكان لازم احط داعم من جوه جوه الكيك نفسه عشان يدعم كل اللي فوق لاحزت كمان ان الكور لما اتكسرت ووقعت اللي حصل انها ما اتكسرتش يعني الكور نفسها ما كانتش ضعيفة الكور كان تمام التمام اللي ما كانتش تمام التمام هو العمود الداعم من جوه عشان كده حطيت خلة كده فيها شوكولاتة من فوق الوش وبدأت اجيب الجزء اللي معايا اللي اتكسر دا هو ما اتكسرش كله هو بس اتكسر اخر جزئيتين وبدأت احطه وحطيت فيه هو كمان من جوه شوكولاتة فالشوكولاتة لقت الشوكولاتة من جوه فقفشوا مع بعض وبقوا تمام التمام رجعت تاني كده دخلتها التلاجة شوية يعني حوالي نص ساعة جندت وبدأت اشتغل تاني زي ما كنت شغالة حطيت برضو نقطة الشوكولاتة وجمتها من الجنب والنقطة التانية وجمتها من الجنب خلص خلصتها بالشكل ده كل المشكلة كل المشكلة كانت بس في الداعم من تحت وبعدين هبدأ احط اخر كورة وبرضو همسكها شوية كده هلاقيها مسكت وبقت تمام انا بس عايز اقولك ان المشكلة كلها كانت في الداعم يعني اللفة نفسها بتاعة الكور كده كانت مضبوطة ومن اول مرة لكن المشكلة كلها ان الداعم ما كانش فيه داعم جامد فبالتالي ما استحملتش معاي حطيت بقى كلمة هابي بيرش داي كده كطبر من الخشب يعني سنة كده للبرواز حلية فالمولد اللي معايا هنا بقى استخدمته في ان انا اخد الحليتين الصغيرين دولي عملت حليتين من عجنت السكر ودهنتهم من وراء شوكولاتة وبدأت احطهم عند حرفين الاس اللي انا عملتهم كده يعني شوية شوكولاتة صغيرة وبدأت ازبط من فوق هنا من الجنب هتدي البرواز من شكل احلى بصراحة يعني فاستخدمت بس حتيتين دول الصغيرين علشان اعملوا لكن البرواز نفسه كله طبعا عملنا مع بعض من غير اي مولد سيليكون كمان عايزة اعمل ايه عايزة شوية دست دست صغيرين نحاسي على دهبي وشوية برضو مية صغيرين بس المية عايزة قوامها يبقى سيل شوية علشان امسك الفرشة وابدأ اناتش كده كاني بضرب من بعيد فيبدأ السيور بتاعة المية والدست الدهبي ده ينتشر كده على الترطة بيتدي منظر لطيف جدا الضرب اللي من قريب ده بيعمل نقط صغيرة انما الضرب اللي من بعيد بيعمل تنتيش كبيرة وكمان هحط شوية ورق دهب كده صغيرين برضو هيديني معا يلا يعمل حاج يلا يعمل حاج سنقصير لبخة في الكلام قصير لبخة ده عايزة تعالج ويجينا وكمان حطيت ورق دهب كده برضو ده هلامة لطيفة واللي تبقى معايا من الدست اللي فيه سنة المية دي بدأت احطه على الأجزاء اللي انا ملزقة بيها الشوكولاتة اللي هي الأجزاء البني عشان تداري معايا أي لون من الألوان الشوكولاتة اللي لسه ستل شكلها بني مش دهبي كمان اديت الكور لمعة بصراحة بقت أحلى وأحلى كمان طاليا الأكسديل هي النحاسي بتدي شكل حلو قوي وطبعا كنت بحسس عليها يعني بالراحة جدا جدا كده عشان في الآخر بتديني هذا المنظر الطحفة بجد كانت تستهل التعب عليها المنتج النهائي فرحني فرح العمين ووصلت سليمة وزي الفل فضل الطول النهار عندي في التلاجة زي الفل زي ما قلتلك المشكلة بس كانت في الداعم فما تغلطيش غلطتي وعملي داعم من الأول تعالي بقى ما قللك تسعيرها عملته ازاي انا استخدمت 500 جرام سبونج ب22 جنيه نص كيس محسن ب3 جنيه و6 بيض ب20 جنيه 300 جرام كريمة المتحدة خام 48 جنيه 150 جرام سكر بودرة ب3 جنيه زي السرب طبعا كما ان استخدمت توم بندق مهي 25 جرام ب32 جنيه 150 جرام عجينة سكر ب6 جنيه 50 جرام كاكاو ماليزي ب5 جنيه 200 جرام نوتلا ب25 جنيه طبر ورقي ب10 جنيه 2 علبة وبورد 2 علبة لان الكيك اللي عندي كان طويل والعمود اللي عندي طويل فركبت له علبتين في بعض علشان ياخد المساحة دي كلها فكده 30 جنيه كمان عندي دست بودرة دست ب15 جنيه شوكولاتة خام ب25 جنيه طبر خشب ب25 جنيه معامل هلك ب20 جنيه غاز كهرباء مية ب15 جنيه توصيل 10 جنيه يبقى كده الحساب كله معايا كان 314 جنيه اول سعر بيع للتورتة دي اول سعر بيع هو من 450 جنيه وده طبعا قليل عليها وعلى التعب اللي فيها المفروض الصح بتاعها من 500 ل 550 جنيه وممكن كمان تتباع ب600 جنيه زي الفل في المكان اللي انتي فيه انا النهاردة خلصت تورتة النهاردة لو فضلتي معايا لغاية الجزء ده من الفيديو انا كده هعرف ان الجزء ده عجبك وهعرف ان انتي اجدع فانيليا واعرف ان انتي من اجدع الدعامات فمتشكلة جدا 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 بليز 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 لايك وشير واشتراك صباحكم دايما زي الفل